الرب عند الكبار أسبابه وأعراضه وطرق العلاج أسباب الرب عند الكبار العوامل الوراثية تعد سببا رئيسيا للإصابة به العيش في مناطق مزدحمة لأن الهواء فيها يكون ملوثا بدخان المصانع وعوادم السيارات الإفراط في التدخين أو استنشاق دخان السجائر بشكل مستمر الحساسية تجاه بعض الأشياء كالمواد الكيميائية والعطور وريش الطيور وحبوب الطلع وغيرها الإصابة بالتهابات فيروسية في الجهاز التنفسي تناول بعض الأدوية كالأسبرين مضادات بيتا ومضادات الالتهاب غير استيرودية الإصابة بمرض الارتجاع المريئي الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية بما يفوق طاقة الجسم ما هي أعراض الرب العادية؟ الشعور بضيق في التنفس وعدم القدرة على النوم الشعور بالقباضات وآلام في الصدر سماع صوت صفير عند الشهيق أو الزفير السعال المتكرر مع سيلان في الأنف ما هي أعراض الرب الشديدة؟ المعاناة من صعوبة شديدة في التنفس ازدياد الحاجة لاستخدام الموسعات القصبية ازدياد أعراض المرض بشكل واضح الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق للإغاثة السريعة ما هي طرق علاج مرض الرب؟ الأدوية الموسعة للشعب والتي تساعد على فتح ممرات الهواء مما يجعل عملية التنفس أفضل استعمال أقراص أثيوفيلين يومياً من أجل إرخاء العضلات حول ممرات الهواء أخذوا ناهضات بيتا قصيرة الأجل عن طريق قناعات التنفس أو البخاخات تناول أدوية مضادة للكولينيات لأنها تحسن القدرة على التنفس أخذوا الأدوية التي تحتوي على الكورتيزول فهي تهدئ الالتهاب الذي يرافق نوبات الربو عادة عند عدم الاستجابة لموسعات الشعب الهوائية عند ازدياد شدة الأعراض لدرجة يصعب معها الكلام أو التنفس عند الشعور بانقباض في الصدر وزيادة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس عند الشعور بتعب وإعياء شديد عند تدهور حالة المريض العامة مع تغير لون الأطراف إلى الأزرق لأن هذا اللون يدل على بداية الاختناق وأخيرا عند فقدان الوعي الذي يحدث في الحالات الصعبة والتي تحتاج إلى تدخل طبي بشكل فوري لأن حياة المريض تكون مهددة بالخطر اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فورا نشرها أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر